مرحبا حضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور العودة الى المدرسة بصوا انا عارفة ان النوضاء ده القوم بتباعي لهم وعمل اتفكر فيه ويعني مش عايزة اليوم ده يجي بالسبب المجهود اللي هي تعمله بان الولاد هيرجعوا بقى يصحوا بدري ونقوم وإصحى وصندوتشات المدرسة والمذاكرة وعملت الواجب ولا ما عملتش وفي نفس الوقت عايزة المدرسة ترجع عشان موضوع بقى الصهر والكمبيوتر والتليفزيون والموبايل عايزة يرجع ينتظم تاني في المدرسة فهي الصراحة يعني بدبقى فحيرة وعندها الصراعات فتعالوا نشوف النهاردة ازاي ممكن نأهل ولادنا للعودة للمدرسة لكن يبقوا هما كمان متقبلين لان برضو الولاد خلينا نبقى صروحة كده مع بعض اللي هما نتاجهم ما كانتش احسن حاجة اللي ما بيحبوش المدرسين بتاعهم في المدرسة اللي عندهم مشاكل في الدراسة بشكل عام ما بيبقوش عايزين المدرسة تيكي ازاي نأهلهم نفسيا ونخليهم يرجعوا هما مبسوطين ومستعدين للسنة الدراسية الجديدة بيسعدنا وشرفنا جدا وستاذة إيريني جرجس أخصائي التنمية مهارات وتعديل سلوك صباح الفولي إيريني صباح النور منورونا مشكلة العودة للمدرسة طبعا مشكلة طب وليلي بس دلوقتي أكتر الصعبات اللي احنا ممكن نواجهها في ان احنا نخلي ولادنا مستعدين لداخلة المدرسة عند الأم وعند الولاد ايه؟ طيب احنا المفروض أول حاجة نأهل ابني نفسيا قبل دخول المدرسة ازاي نفسيا هو طبعا وفي فترة الأجازة بينام براحته بيصحب براحته مفيش مذاكرة قاعد طول الوقت قدام تليفزيون فكل ده أنا لما أجي فجأة أغيره في يوم وليلة أقول له يلا هنصحى بدري بكرة عندنا مدرسة طب هيئة الولد مش هيقبل ده وهيبقى ضغطة على الأم إن هي بتصحى بدري تصحي بدري تجري وراض زعق يبقى فيه مشاكل كتير فخلينا نأهل الطفل نفسيا قبل دخول المدرسة ازاي؟ قدامنا وقت مثلا إسبوعين احنا نبدأ بقى نحاول نخليه أول حاجة نرجع تاني للروتين الخاص بالنوم نحن نصحى أمتى والنام أمتى طيب هو دلوقتي خلاص بينام الساعة ثلاثة فأنا مش هاجي فجأة أقول له خلاص النهاردة هننام الساعة تسعة لو دخل هتلاقي قعد عمالية شألف في القوضة مش عارف ينام خلاص أخذ جسمه على أنه ينام متأخر الساعة ثلاثة الفجر أو أربعة الفجر فهبدأ لنا تدريجيا أعوده وعود جسمه أن احنا نبدأ ننام بدري بعد ما كان مثلا بينام ثلاثة نحاول نخليه ينام مثلا اتنين اليوم اللي بعده نحاول نخليه نام واحدة نقل الساعة نقل الساعة لغاية ما يبدأ خلاص معادل مدرسة يجي هيبقى خلاص أنا سستمت جسمه وسستمت هو نفسيا أنه احنا خلاص بقينا ننام بدري ونصحه بدري يبقى أول حاجة لازم أن أنا أضبط موعيد نوم ابني تدريجيا من جير ما يحس من جير ما ضغط عليه من جير ما أقوله المدارس أرابط لازم تنام بدري كل ده بيفرق معاه بيزهق بيتدايق بيحس بضغط فأنا هعوده تدريجيا من جير ما هو يحس أنه احنا هننام بس ساعة بدري لغاية ما المدارس تبدأ يبقى النوم أول حاجة أدرجه في النوم طبعا الحاجة التانية أنه أنا هبدأ بقى أخليه شاركني في اللوازم الخاصة بتاعت المدرسة يلا ننزل نجيب الشنطة بتاعت المدرسة الأدوات بتاعتك كتير مننا كأولياء أمور مش بنهتم بالنقطة دي يعني ممكن مثلا ندخل أونلاين لاقي شنطة حلوة أو أدوات كويسة فأنا أبدأ أنا أجيبها من غير ما أخد رأيه الخطوة دي مهمة أو إن هو يشارك معي الأدوات اللي هو حبيبها الشكل الشنطة اللي هو عايزها وخاصة لو لسه هيدخل مثلا فبالنسبة له الحاجات دي حاجة أنا اخترتها حاجة أنا جايبها جديدة فأنا حابب اللي أنا أروح بيها فده برضو بيأهله نفسيا إن هو حابب المدرسة يتيجي علشان الأدوات اللي هو اشتريها يبدأ يلبسها ويستخدمها ويروح يبريها لأصحابه طيب الحاجات الثالثة ورده المهمة إن أنا أقعد مع ابني أكلمه عن المدرسة بشكل إيجابي تعال أقول لي إيه الحاجات اللي وحشتك في المدرسة أسمع منه ما دخلش على طول أوجهه اسمع ابنك شوف الحاجات اللي عاجبها في المدرسة شوف إيه اللي وحشه شوف إيه اللي مدايقه اسمع منه اسمع وحاول تقبل ده وحاول تتناقش معاه مش بغرض اللي أنت تبين له إن أنت غلط إن أنت تفكيرك غلط دي مشاعر فهو حس بيها فيبقى هي صح فأنا أقبل ده وابدأ أن أنا أتناقش معاه بالراحة علشان نوصل لحل للمشكلة هو خبراته سيئة يعني هو لما بيبقى عنده خبرات مش حلوة في المدرسة مش بيبقى متقبل مني كلام يعني هو النهاردة ناسك تبقى قول ما بيحبش الميس بتاعته في المدرسة ولا الميستر بتاعه بيزعقله ما بيجيبش درجة كويسة اتعاقب في مقرف حاجة أي خبرة سهيئة ما عندوش أصحاب وبيقعد لوحده مثلا بتخانق معاهم أو هما مش بيحبوا يضنجوه معاهم كل الحاجات دي بتخليه حتى لو أنا تكلمت معايا هو عنده موقف من المدرسة لازم إن أنا آهيأ الجو اللي أنا هاعد معاه واتكلم معاه واسمعه يعني لازم لما أجي بيبني بيتكلم مثلا في المشاكل اللي عنده أو الحاجات المدايقات ما بقاش أنا في المطبخ مسلا و هو بيتكلم فجأة السيرة فأنا مش بصّله مش زيدي له اهتمام مش سمعاه مش قادر إن أتناقش معاه دي أول حاجة المفروض إن أنا بقى مهيأة الجو اللي أنا هاعد أتناقش مع ابني فأنا هسماعك هسمعك زي ما أنت هتقول طيب أنا مش هاعترض على كلامك أنت عندك مشكلة في مادة معينة طيب تعالي مثلا نفكر المشكلة دي مثلا مشكلة مع الميس أو المادة صعبة طيب تعالي نفكر في حلول لها ما هو كل حاجة لها حلول أنا معاك في كل اللي أنت بتقوله بس إحنا كده كده لازم نروح المدرسة أنا لو رحت المدرسة وأنا عندي مشكلة مثلا أو متدايق من المادة الفلانية طيب أنا هافضل المشكلة زي ما هي فهبدأ أن أنا أوصل معاه لحلول أسمعه وساعده لازم يحس أن أنا بساعده أن أنا معاه أن أنا مش جده أن أنا مش جدك اللي أنت بتقوله ده غلط لأ أنا عارفة أني فيه مشكلة بس تعالي نشوف المشكلة دي هنحلها إزاي تمالي أخليه بص على الحاجات اللي هم مش واخد باله منها يعني هم ممكن يبقى شايف بس الحاجات الوحشة طب ما أنت كمان فيه حاجات كتير حلوة في المدرسة يعني مثلا أنت المدرسة الفلانية أو المادة الفلانية مدايقينك طب باقي المواد كتير من ولادنا بيبقوا بصين لحتة واحدة بس عايزين اللي يساعدهم يوجه نظرهم للحتة الكويس طبعا ده هتفرق جدا جدا في بناء استقاب النفس هو الطفل اللي هو بصص للحتة دي بس تلاقيه ما عنده استقاب نفسه هتلاقيه متوتر الآن حسس أنه هو أقل من صحابه يتعرض بقى لتنمر في المدرسة عشان درجاته مش حلوة أنت مش شاطر أنت مش مفهش تبقى صاحبنا بيحصل كتير الولاد مع بعض بيعملوا كده بس هنا بقى دور الأم عارفة الأم لو متعاونة مع المدرسة وبتابع مع المدرسة طب أنا أبني عنده مشكلة أو عنده صعوبة معينة في مادة ما أنا لازم أعمل تدخل لازم أبقى فيه علاقة ما بيني ما بين المدرسة مستمرة وابقى متابعة المشاكل مثلا بتاعت ابني وأنا كمان أساعده يعني فترة الأجازة دي المفروض أنه أنا لو شايف أن ابني عنده مشكلة مشكلة في مادة معينة عنده صعوبات تعلم عنده مشكلة في الانتباه والتركيز عنده مشاكل سلوكية أنا أنتهز الفترة دي عشان أبدأ أعمل التدخل السليم لابني هو لو لاحظ أن فترة الأجازة دي اختلف يعني مثلا لو ابني مش بيعرف يقرأ كويس عنده مشكلة في القرية أنا متابعة المشكلة دي مع المدرسة من السنة اللي فاتت طب هبدأ أن أنا أعمل تدخل وخلي المدرسة تساعدني ما بقاش بس أن أنا بنقض المدرسة أو أن أنا حاسس أن المدرسة بتظلم ابني أو هو لا ابني كويس لازم أبقى وصلة للنقطة المشتركة اللي المدرسة شايفها في ابني وأنا كمان متابعها في البيت عشان أقدر أساعده ده كان عايز أبقى أبتدي من أول الأجازة في المشكلة اللي عنده يعني إحنا خلاص إحنا اللي بقلنا أسبوعين حتى فكرة حل المشكلة دي هيبقى مجرد تهيئة للجاي وابتدي بقى لفكرة الحل المستنجدية أنا بكلم معك عملياً اللي عدى عدى أنا النهاردة خلاص قدامي أسبوعين لازم أتعامل مع المشاكل فيه تليفون ليكي ياريني إننا ناخده ونكمل أستاذ ميلاد صباح الفل طيب معلش بقى حاول تكلمنا تاني مادام نسرين صباح الفل عليك اتفضلي اتفضلي بس استأذنك ممكن تعليه صوتك شوية عشان نسمعك وعيس عندي ابني رايح تلتك جائي أيو ومشكلة إنه هو ما بيقعدش في الفصل بيقعد في الحوش يعني هو أول أو تنه ما راحش بسبب إنه هو بيروح وبيقعد في الحوش وريح سنة تلتة وتلتة يعني هياخده لازم يروح المدرسة والاستدور لازم يبقى موجود على طول فعنده مشكلة إنه هو ما بيقعدش في الفصل طب ليه يا مادام نسرين ما بيقعدش ليه في الفصل بيقعد في الحوش دي رقم واحد أكيد حذك طبعا دول سنتين شفتي المشكلة والمدرسة برضو أكيد برضو ليها موقف يعني مش هتسيب طالب طالع من الحصة وقاعد في الحوش ما بقاش ليها رد فعل ماما اللي بيخلوه تاني بس هو بيطلع تاني برضو من الفصل طب انت اتكلمتي معاه مثلا تسألتي طب انت ليه اللي مزعلك اللي مدايقك هو عنده فرط حركة وتشفت انتباه فتقريبا ده اللي مأثر عليه إنه هو ما بيقعدش في الفصل يشعر في الده أو حاجة تانية آخر سؤال بس قبل ما يعني سوزقريني الجاوب عليك انت عملتيله أي اختبارات أو ادتيه لحاج متخصص عملاني كل حاجة يعني عشان نوضع فرط الحركة كده انت متأكدة يعني لا لا عملاني كل حاجة تمام شكرا ليكي وانجاوب عليكي حالا سوز ميلاد اهلا بيك يا سوز ميلاد صباح الخير يا فاندر يا صباح الفل ازاي حالك حضرتك الحمد لله بخير زي الفل حضرتك انا عايز اعرف ان الام تلمى هي متعودة على السهر وعودت الاصفال على السهر لما تيني تتكى على العيال قوي وتيني صحيهم مرة واحدة فجأة كده العيال مش يقوب عنده التوعى ان هو يقوم طبعا دي حلها للوعية للام ومش للاطفال احنا عايزين ان حضرتك تقول كلمة للام ومش للاطفال حاضر والام تستفيد بيه ايو يعني الام هي اللي بتسهر فالعيال طبيعي بتسهر فانا هزاعلو بقول لهم ناموا ازاي وما هي كمان بتسهر صح كده ده ده صح كده حاضر حاضر عينين يا سوز ميلاد شكرا ليك سؤال مادام نسترين وعنده صعبات تعالوا وعنده فرط حركة او تشطو تنتباه ايه بقى يعني ممكن تتعامل معها ازاي بيحبش المدرسة سنة اولة وتانية بيقعد في الحوش على طول بيحبش الفصل واكيد عملت محاولات يعني تتامل مع ايه في السنة الجديدة طيب مهمة اوي ان انا ابدأ خلاص انا عرفت المشكلة يعني هي حتة ان انا ابقى مش عارفة المشكلة اللي عند ابني دي خطوة مهمة اوي انا خلاص عرفت ان ابني عنده فرط حركة وعنده صعبات تعالوا طيب ابدأ اعمل ايه هي قالت اكيد ان هي بدأت تعمل تدخل مع المركز او مع اخصائي معين لازم هي تكمل ده في البيت طيب يعني ايه ابني عنده فرط حركة يعني هو ما بيعطش يعني طول الوقت هو عمال يتحرك مش منتبه مش سمعني مش عايز يسمعني مش بينفذ اردارات طيب ابدأ معايا من جوة البيت تعالى ننظم يومنا الطفل اللي عنده فرط حركة ما عارفش ينظم يومه يعني اللي هو انا هعمل اللي انا عايزه مندفع اللي هو انا جات في دماغي اقوم اشوط الحاجة اللي على الارض فانا هقوم اشوطها هعمل اي حاجة في اي وقت هعمل اي حاجة في اي وقت ما عندهش تفكير فانا المفروض ان انا اساعد الاخصائي لشغال معايا دي نقطة مهمة قوي الامهاد ما بتبقاش ملكزة فيها انا وديت ابني المتخصص مش خلاص دوري مخلص لا انا لازم اكمل اكمل ازاي اهيأ جو البيت لابني يعني ايه يعني انا لازم ابدأ اصحب منه الى اجهزة حبة بحبة او مش اصحبها بس اعمل ان هي ليها وقت يعني مثلا هو بدل ما كان بيصحى الصبح يفضل قعد قدام التليفزيون او يمسك الموبايل طول الوقت تعالى نحدد وقت ليه مثلا بدل ما تمسكه ساعة ونص وراء بعض خلينا نقسمها في خلال اليوم يبقى نص ساعة نص ساعة نص ساعة يبقى انا حددت اول حاجة استخدام الاجهزة يستخدمها امتى لان دي بتفرق معا جدا خاصة ابني لو عنده تشطط في الانتباه وفرط الحرك طيب الحاجة التانية تعالى نشوف هنعمل ايه في يوم النهاردة يعني تعالى نشوف انت حابب تعمل ايه اشاركه الجدول اللي انا هحطه واسمعه مش اقوله تعالى احنا هنذاكر تعالى انت هتعد دلوقتي هنعمل الواجب الفلاني خليه حط الجدول معايا يشاركني ان هو يشاركني دي دي نقطة مهمة في نفسية ابني هيحب ان هو يعمل ده لان ماما قالت حاجة وانا قلت ايه الحاجة التانية فاحنا الاتنين حطينا الجدول مع بعض طيب هعمل ايه تهاني هبقى فاهم ان الجدول ممكن يبقى فيه شوية تغيرات ما تضايقش ان هو لازم اول ما انا حطت الجدول اول يوم يبقى احنا ماشيين بحزافير حاجة جامدة لكن مارنة مارنة لازم ابقى مارن بالضبط لازم ابقى مارن مع ابني طيب ايه الحاجة بقى المهمة اوي ان انا اكافئ ابني ان هو قعد معي والمكافئة مش انا اللي احطها او انا اللي حددها لازم تبقى معزز عند ابني يعني ايه معزز يعني حاجة بالنسبة له مهمة اوي اللي هو انا هديك الحاجة الفلانية هو مش بيشوفها كتير او حاجة هو بيحبها اوي بس انا مش بجيبها له على طول ونبدأ نتفق على المكافئات اللي ابني هياخدها بعد ما نخلص اليوم بتاعنا او الجدول بتاعنا بس انت كده ايه انت تكلمي على الحاجات جوه البيت الحاجات دي هي تفيد في انه يردى يدخل الفصل ويحضر الحصص في المدرسة طبعا لما يبدأ يقعد ما هو ما بيقعدش انا ببدأ احسب بقى يعني مثلا دلوقتي هو ما كانش بيقعد خالص اكتر من خمس دقائق انا هبدأ احط ان احنا مثلا هنقعد نعمل النشاط الفلاني او اللعبة الفلانية في وقت مثلا سبع دقائق فانا دلوقتي بتليت اخليه ان هو ايه يقعد اكتر طيب حاجة تانية مهمة لما اجي قعد مع ابني وخلاص انا هتابع المركز او الاخصائي اللي شغال معاه خاصة لو ابني عنده فرط حركة ما ينفعش نبقى قديم في مكان مفتوح يعني انا لو قعد معاكي او هو قعد معايا ينفعش يبقى هو بيد عني المفروض انه يبقى ظهره الحيطة ليه ظهره الحيطة وقدامه المكتب عشان لما يجي يقوم انا اللي متحكم في ايه في قعدة في حركته ما خلوش يقوم ويجري واروح انا عيمة وشده ويجي ونعود ونزع لأ انا متحكمة في الحركة وقبل ما يجي اعود معاه اتفق معاه ان احنا لما نيجي نقوم لازم نعمل نستأذن الاول او نقول المام انا من فضلك عايز اعمل كذا اتحمل التشطت بتاعه لان هو ممكن لو انا برضو متحكمة حركته هيوقع حاجة هيخبط حاجة هيمسك الايه هعمل ايه في الوقت ده برضو انا شغالة مع ابني اللي هو عنده مشكلة في الحركة انا مش ببقى حط حاجات كتير على المكتب او على الترابيزة اللي احنا شغالين عليها يعني مثلا انا لو هشتغل بلعبتين ثلاثة او كذا نشاط وربعة انا بحط الحاجات اللي على الارض جنبي لانا هستخدمها بعد كده ونشاط واحد بس على الايه على الترابيزة وخلي بالي ان هو ممكن يوقع الحاجة عشان يقوم ويعمل ايه يجيبها لأ انا هقول له انا اللي هجيبها فانا هبقى متحكمة في القعدة بتاعته اشجعه طب ايه تاني ابدأ اقلل من السكريات والحاجات اللي هو بياخدها اللي هي بتخليه يهايبر اكتر ده مهمة اوي الاكل اللي هو الجاهز الشبسيهات والحلويات دي بتفرق معا جدا ما خليش المعززات تبقى اللي هي حاجة حلوة ممكن تبقى حاجة حلوة بس انت قلت معزز يعني هو مش بياخدها ايه على طول ده بياخدها كل فن وفين مستأذنك في تليفون اه طبعا تفضل انا مستبعاتي من اول مع مستاذ اريني بس انا عايزة اقول لها ان انا تقريبا كل اللي حضرتك قلتيه مع معمالة للاطفال في المتجرة انا عملته مع ابني انا ابني مينة تانية رايح تانية ابتدائي هو ممكن اجعده فعلا على المكتب واقول له انا اللي هاجب له كل حاجة بس خليك انتقاعد على المكتب وذاكر ده هو مستعد يبص بكل حكة حواليه الا الورقة اللي بيذاكر فيها ممكن نكتب الكلمة دي بساعة مع انه متماس جدا انه متماس وصل للمستوى التاسع ويعرفش تصويس قوي مش قاطر وذكي هو مش غابي ولا حاجة هو ذكي بس اشكلت انه مش عايز ينسك ورق او قلم ولا يقرح ولا يكتب ولا يتعب نفسه شوية هو عنده فرط حركة او انت عاملله اي اختبارات لا 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 ما عندهش انا تشكل له لا متابعة معان بس هو ما عندهش حاجة طيب انا بس برضه من كلامك فيه ملحوظة وقتنا تأكد من انت بتقولي انا بقوله انا اعمل لك كل حاجة وانت قاعد اكتب صح يا انت ممكن تبيعايز يقعد على المكتب وانت اللي بتقومي تعملي تجهزي تجيبي هي اصدقرينة قالت انه هي بحيث ان هو يبقى قاعد على المكتب ما يوقعش منه الحاجة يروح يتفك اه هي كانت بتقولي اني ببقى قاعدة قدامه صح كده كانت تقولي اني مش بسيبه انا حدده حركته قاعدة معاه اه هو ده اللي انا بحمله انا بخليه قاعد وانا قاعدة جنبه عشان خاطر ايه طب نخلص طب اعمل احنا مستعد هو ان يخلص الكلمة دي في ثلاث ساعات يعني مش بينجز اي حاجة مش عايز يعني حتى بنقوله دايما انت بحكثنا ان احنا بنعذبك عشان تكتب او تقرأ يعني احنا حاولنا معاه في كل طرق يعني بابا مش حاولي ماريان هسألك سؤال انا عارفة ان الموضوع يعني اللي بيحصل ده بيبقى مستفزة للام بيخرجها عن شعورها يعني طبعا طبعا بتأكد حاسة بيك جدا لما بتستفزي من طريقته معاك بعد كل اللي انت عملتي انت بتعميلي ايه يعني هل بتضرابي يعني بعمل كده طبعا مثل انا ما بعرفتها بايان انا ما بضربهمش بس ممكن نفسك كتاب رميه اقوله مش هتذاكر مش هتذاكر بس انا ببقى من جوه ببقى بغلية ايه دي تصرف انا سألتك عشان دي تصرفات طبعا ايه فان ايه دم هيتعصب فممكن يعني بستراد الفعل عندهم هما بيبقى مختلف يعني استقبلهم لدا انا مش بعرفها بيك بس ممكن يعني بقى قطع الكتاب كويس طيب انا مشكورك يا ماريان وبرده قريني تجاوم عليكي حيلا شكرا طب هي عملت كل الحاجات اللي انت بتقوليها يا قريني ايه الحل هو الطفل ذكي فانا لازم اركز قوي على النقطة دي اللي هو فيما معناه ايه انا ممكن ابقى عارف اخر ماما ايه يعني انا قاعد فمش هكتب فهرمي فمش قادر فمش عايدة مسك القلم صح ففي الاخر ماما هتعمل ايه خلاص ما تذكرش انت هتزعق وهترمي الكتاب وهتقوم فانا في الاخر عملت اللي انا عايزه فانا بقى فاهم ابني بيفكر ازاي بقى سابقه بخطوة اللي هو انت مش هتقوم ليه لما نعمل ايه ده طيب هنعمل ده وبقى كمان مشجعه ان هو يخلص ده عشان فيه نشاط تاني هو بيحبه عايز يعمله مش انا قلت قبل ما نيجي نقعد معاه اواجي اقوله تعالى احنا هنذاكر احنا هنعمل جدول والجدول ده هو هيشاركني فيه طب لو استفزيني وقالي انا مش عايز حاجة بس انا بجيب لك اخرك بتاع العيال يعني اللي هي بس يبقى مستفزين لابعد درجة اوه اللي انت عايزة احنا لازم نعمل بس انا مش عايزة ان انا اضغط عليك ونعود وقت طويل بس انا عايزة ان احنا نعود نشتغل مع بعض وانت مبسوط مش وانت متضايق فانا هسمعك واشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تعملها خلال اليوم انا عايزة امسك الموبايل تمام هكتب موبايل انا عايزة اتفرج على تليفزيون موافقة نتفرج على تليفزيون فخليته هو اللي يقول الحاجات اللي هو عايز ايه يعملها طب ما تيجي قبل الموبايل مثلا نكتب الواجب بتاع العربي موافق يبقى خلصنا واجب العربي وبعدين عملنا ايه مسكنا الموبايل فهو عايز الجدول يمشي علشان يعمل اللي هو ايه عايزه طب لو انت ما عملت الجه فطبيعي ان اللي بعده ايه هيتشال اه وقام حد دلوقت نفست انا هنفز ما نفستش جدول احنا متفقين عليه ما هو انت هتعمل ده هتروح تدخل على اللي بعده هتخلص ده هتدخل على اللي بعده انا متفق معاك في موضوع ان الولاد بتحفظ اخر الام ايه بالضبط هي فهمة اه فانا هجي اه وبص يا موريان هو بيجيب اخرك لان هو حفظك اخرك في الاخر يعني بس انا في الوقت ده انا هفضل قاعد مش هتعصب مش هقوم ايوه مش هخليها من اللي هو عايزه احنا لو قعدنا ساعة ساعتين في الاخر هيعمل اللي انا ايه اخليه يقلق من هدوئي اه يقلق من هدوئي معنى انه انا متحفظ ماما فمش عارف اخرها فهي سكتة متعصبتش كالعادة متنرفزتش فيها ترى ما بتفكر ليه في ايه بالضبط وبعد كده هيفهمني عارفة بقى لما ايجي يقعد معاه هديكتب ده فهيعمل ايه هيكتب لانه هو فاهم انا هفضل قاعد فما فيش كل اللي احنا اتفقنا عليه استجيب للي انت بتقوله بالضبط فده هيفرق معاه فانا لازم ابقى فاهم ابني وسبقه بخطوة وفي نفس الوقت ابقى عايز اعرف المشكلة يعني هو عنده مشكلة في ايده الالم بيوجعه العضلات الصغرى بتاعت ايده ضعيفة مش كوية فانا برضو لازم اشوف المشكلة ايه مسكة الالم صح ولا غلط ابدأ لو انا شايف ان هو عنده مشكلة في مسكة الالم او ده ابدأ ان انا ساعده ان هو يقوي العضلات الصغرى بتاعت اليد علشان يقدر مثلا يمسك الالم فأساعده أنه هو يقص أكتر أساعده أنه هو مثلا يستخدم لعبة الخرز أكتر أبدأ أنه أستخدم حاجة لتأوي عضلاته فأشوف ما هي ممكن دي تبقى مشكلة هي مش وقدة بلها منها طيب أستاذ ميلاد كان بيقول أنه الرسالة للأمهات أكتر من للولاد عشان الأمهات هي اللي بتصهر وفي نفس وقت بديهم أردارات أدخل نام وأنا صاحي ومشغل التلفزيون والبيت في حركة فطبعا الولاد طبعا أنتوا صهرانين ليه أنا ما صهرش فأقول لنا كده تقول لهم إيه وفي نفس وقت صحيان بدري أبتدي من دلوقتي ولا برضو أدرجه يعني النوم قلنا هنقلل ساعة ساعة لكن الصحيان برضو أعمل أنا خلاص هبدأ لأن أنا أضبط الروتين الخاص بالنوم صحيان ونوم ده مهم أنا هنام بدري فطبيعي أن أنا هصحى إيه بدري ساعة فأنا هصحي ابني بدري ساعة وبشاعة ساعة تبقى تساعة تمامية طبعا نام ساعة بدري يصحى ساعة بدري لغاية ما وصل للوقت اللي أنا عايزه يصحى فيه وينام فيه في وقت الدراسة طيب الأم آه قدوة الأب والأم في حاجة عندنا اسمها استراتيجية النمزجة إيه هي النمزجة؟ اللي أنا بدل ما أقول لبني أعمل فأنا بعمل فإبني بيشوف فيبدأ مع الوقت عايز يعمل إيه؟ يعمل أوتوماتيك يقلد فدي دي مهمة جدا ده منه ابني زغير فأنا طول ما أنا بقول لبني نفذ 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 مش هينفذ لأن أنا بعمل العكس ما هو مش غابي هو شايف شايف كل حاجة هو بيلقط بعمل كاميرا كده عمال يلقطها أنا بعمل إيه خلال اليوم حتى في كلامي حتى في طريقتي حتى في عصبيتي حتى في حاجات كتير في معاملتي معاه هو بيلقط وبينفذ بيخزن ممكن ما يطلعش في الوقت ده بس فيما بعده لأنه هو بقى نسخة من تصرفاتي أنا معاه فاستراتيجية النمزجة دي آه مهمة جدا طالما ما أنا عايز ابني نامي بقى أنا كمان هقول له مثلا إحنا كلنا هلنام الساعة كذا أهيأ له الوقت بتاع النوم الجو لازم لما ندخل هلنام ما بقاش أنا مسك الموبايل وقول له نام نام يلا طب ما أنا مسك الموبايل وقعي جنبه طب ما أنا كمان عايز أبص عايز أشوفك أنت مسكي الموبايل أقل للإضاءة أقل للإضاءة أحكي له قصة أبدأ أن أنا أزبط اللي هو الوقت اللي قبل النوم خاصة كمان في المدارس أعمل كده زي روتين مقابل النوم إيه هو اللي هو أنا مسلا قبل ما يدخل ينام بساعة أخد ابني أخليه أخد دوش مثلا دافي كده حلو ويهدي جسمه أعصابه ندخل بعد كده المكان بتاعنا اللي إحنا هلنام فيه مفيش تلفزيون مفيش موبايل بيرين جنبي مفيش حاجة شغالة أكلم معاه شوية أكلم معاه وأحكي له قصة قبل ما ينام يا ريت يا إيريني نقدرنا نعمل الروتين ده نورتيني بشكرة جدا على وجودك معنا سوزة إيريني جرجس أخصائي التنمية مهارات وتعديل سلوك شكرا وقفتين أكيد يعني يا رب الأماتي عملوا بالكلام الحلوى ده صباح الفل عليك نخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل ونرجع نشوف موضوع تجميد الطعام ده بيفقدوا القيمة الغذائية ولا بيحتفظ بيها ولا نتصرف إزاي بعد الفاصل شكرا